السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخاصة بالحزمة المالية الثالثة والشيك التحفيزي الثالث كما تعلمون وضعت فيديوهات في الأسابيع الماضية أتحدث فيها عن الحزمة المالية المنتظرة والتي يطالب بها الجبادين والتي قيمتها 1.9 رليون دولار لحد الآن المفاوضات بين الديمقراطي والجمهوريين مستمرة لكن هناك أمور تغيرت بين أمس الأحد واليوم الأثنين والأمر يتعلق بمقترح جديد اقترحه الجمهوريين وقيمة هذا المقترح تقريبا 618 مليار دولار لاحظوا الفرق بين مقترح جو بايدن والبالغ 1.9 رليون دولار ومقترح الجمهوريين الجديد والذي يضم 618 مليار دولار بالنسبة للمقترح الذي اقترحه الجمهوريين وهم عشرة أشخاص جمهوريين رسلوا الرئيس الأمريكي جو بايدن وأخبروه بمقترحهم والذي يضم ما يلي أولا المقترح يضم شيك تحفيزي بقيمة 1000 دولار أقول 1000 دولار وليس 1400 دولار كما تعلمون الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بشيك تحفيزي قيمته 1400 دولار ليضاف إلى الشيك الأول الذي قيمته 600 دولار بمعنى أننا سوف نتوصل ب2000 دولار المقترح الجمهوري الذي ظهر اليوم يطالب فقط بإرسال شيك بقيمة 1000 دولار لكل أفراد المجتمع الأمريكي بالطبع المؤهلين كذلك تحدثوا في الفيديوهات السابقة على أن هناك احتمال أن يتم تغيير سقف الدخل سقف الدخل هناك احتمال أن يتم تغيير وهذا ما وقع بالطبع توقعت هذا الأمر والحمد الله وقع وهو أن الجمهوريون طلبوا أن يتم إرسال الحزم الشريك التحفيزي المقبل إلى فئات معينة لذلك قاموا بالاشتغال على سقف الدخل في الحزم المالية الأولى والثانية التي ظهرت في مارس والتي ظهرت في دجنبر كان سقف الدخل بالنسبة للأعزب هو 75 ألف دولار في مقترح الجمهوريون الآن يجب أن يكون 40 ألف دولار وسوف ينخفض قيمة الشيك كل ما وصل الإنسان إلى 50 ألف دولار كان سقف الدخل المتزوجين هو 150 ألف دولار في هذا المقترح للجمهوريون سقف الدخل 80 ألف دولار وسوف ينخفض قيمة الشيك كل ما اقتربنا 100 ألف دولار بمعنى مرة أخرى أن المتزوجين لدينا دخلهم 100 ألف دولار 100 ألف دولار فما فوق لن يتوصلوا ولو بدولار هذا هو مقترح الجمهوريين الذين أعلنوا عليه اليوم وحاولوا التواصل معجبين وهذه الساعة التي أصور فيها الآن هناك اجتماع بين الجمهوريين وبين من أجل حل هذه المشاكل مرة أخرى في مقترح الجمهوريين هناك شيك تحفيزه بقيمة ألف دولار وهناك دعم للقاح فقط دعم للقاح بالنسبة للشيك الأعزب 40 ألف دولار والمتزوجون 80 ألف دولار بالنسبة لقيمة الحزمة التي أعلن عليها الجمهوريين فهي 220 مليار دولار أتحدث على قيمة الشيكات التحفيزية 220 مليار دولار بالنسبة لقيمة الشيكات التحفيزية التي أعلنها بايدن فهي 465 دولار تقريبا دابو هذا الأمر كما قلت هو مقترح الجمهوريين والجمهوريين أعلنوا أنهم مستعدون للتفاوض بخصوص هذا الأمر لكن الملاحظ أنه هناك احتمال كبير أن يقوم الديمقراطين برفض هذا المقترح لماذا؟ لأن جوبايدن لا يريد أن يكون هناك شيك فقط ولا يكون فقط هناك دعم للتلقيح بل يريد أن تكون هناك حزمة مالية متكاملة دعم التعليم، دعم المدارس، دعم الجامعات وغيرها من الأمور، الرفع من الحد الأدنى للأوجوه وغيرها من الأمور فهذه الأمور يعرض على الجمهوريين وحسب أقوال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوح وهو تشاكشوما الذي أعلن أنه في حالة عدم توصل إلى حل في المفاوضات بين الديمقراطية والجمهوريين فسوف يقوم جوبايدن بتمرير الحزمة المالية بدون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين وهذا ما يسمى بالـ reconciliation tool وهي أداة reconciliation بمعنى أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على الرئاسة ويسيطرون على المجلس النواب سوف يمررون أي مقترح بدون التوصل أو دون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين هذا الأمر كذلك يرفضه الجمهوريين لا يريدون من بايدن أن يستخدم هذه العدد يريدون أن يكون هناك تفاوض بينهم وبين الديمقراطيين أريد أن أوضح في نهاية هذا الفيديو النقاط التي هي نقاط الإختلاف من درجة أكبر ولا أريد الدخول في الأمور الصغيرة فأول شيء وهو أن قيمة الحزمة التي طالب بايدن هي 1.9 تريليون دولار لا يوافق عليها الجمهوريين كذلك الجمهوريون لا يوافقون على الرفع الحدي للأدنى للأجار وهو الحد الفيدرالي ولا أقول الولائي الفيدرالي بمعنى أن هذا الأمر سوف يخلقه مشاكل وربما تطول المفاوضات وربما تعرق للمفاوضات ما عدا كما قلت إذا قام جو بايدن بتمرير هذا المقترح بدون الاستعانة بأصوات الجمهوريين كذلك الجمهوريون يرفضون العودة إلى اتفاقيات باريس للمناخ كذلك الجمهوريون يعارضون خطة الاقتطاع الضريبي أو الرفع من الضريب التي ينوي جو بايدن القيامة بها حيث ينوي رفع الضرائب على البيك كوربوريشن وعلى أغنياء الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر يرفضه الجمهوريون كذلك هناك أمر جيد جيد جدا لجميع أفراد المجتمع الأمريكي وجميع المهاجر المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية والأمر يتعلق بشيء مهم إخواني أخواتي وهو مصاريف الدراسة في الجامعات الأمريكية مصاريف الدراسة في الجامعات الأمريكية بايدن يريد إلغاء تلك المصاريف بالنسبة للطلبة الذين أهليهم يعني الأب أو الأم أو كلاهما دخلهم فوق أو أقل من 125 ألف دولار ففي حال تمرير هذا القرار أقول في حال التمرير أي إنسان مقيم هنا في أمريكا وأهله يعني دخلهم أقل من 125 ألف دولار فسوف يتمكن من الدخول إلى الجامعة بدون دفع مصارف كما قلت هذا الأمر يرفضه الجمهوريين لأننا كنا نعلم أن التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية هو بيزنس هو تجارة هو أرباح فلذلك الجمهوريين يرفضون هذا الأمر فهذا بعجالة وباختصار الأمور المتعلقة بالحزمة المالية المنتظرة كما قلت هذه الأثناء التي يصور فيها وهي تقريبا الساعة السادسة والنصف بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي الأثنين فهناك اجتماع بين بيزن وبين هؤلاء العناصر العشرة من أجل التوصل إلى حل وكما قلت من نسبة للجمهوريين الذين سوف يتفاوضون مع بيزن أعلنوا أنهم لا يريدون أن يتم تمرير أي حزمة بدون اللجوء إلى أصوات الجمهوريين وإلا ربما سوف يتم معرقلة العديد من العمور التي يريد جو بيزن تمريرها لاحقا تذكروا أن جو بيزن قال أنه سوف يمرر العديد من قرارات النفيدية في المائة يوم من دخوله البيت الأبيض فإذا واجه صعوبة الآن أو قام باستعمال ما يسمى بالريكونسلييشن الآن فتذكروا أنه ربما سوف يهاجه صعوبة وهذا القانون لتوضيح للبعض الإخوة الذين يفهمون هذه الأمور أن الريكونسلييشن يتم استعمالها ثلاث مرات في السنة ولا يتم استعمالها أكثر من ذلك بمعنى أنه إذا استعمالها في الحزمة المالية سوف يكون أمام الاتحاق باتفاقية المناخ أو أمور الهجرة والعديد من الأمور أو الرفع من الأدنى للعجور وغيرها من الأمور لذلك يجب على بيض أن يتعامل بأكثر منطقية مع هذه الأمور وإلا سوف يواجه العديد من المشاكل حينما يقوم بتمرير مقترحته التنفيذية لاحقا هذا كل ما يتعلق بهذه الحلقة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته